هذا وقد وصلت طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين الشريفين وبرا عبر طريق الهجرة السريع مساء اليوم بعد أمن الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة جهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم مبعد الحج وتقديم جميع التسليلات التي تضمن سيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية ووفقا لأكالة الأنباء السعودية واس يتوالى وصول أفواج ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة في الأيام القادمة كما تشهد في اليومين القادمين كثافة في الوصول حيث أنه من المتوقع وصول أكثر من سبعين ألف حاج خلال اليومين القادمين